موسيقى موسيقى برحب بيك ومرة تانية فقرتنا الاخيرة النهاردة هتنكلم فيها عن النحت الحقيقة انه النحت فن عريق وفن مهم جدا جدا ومش يعني مش سهل تماما والنحتين او الفنانين المسؤولين عن النحت ممكن ما يكونوش عددهم كبير اوي او مش كلهم عملهم واضح ولكن محدش ابدا يقدر يخفل اهمية النحت ولا حد يقدر يخفل ابدا اهمية فن زي فن النحت لكن الحقيقة انه اكيد كل واحد فيهم كانت عنده مشكلة وجهته في حياته وعرف يتخلص او يعني يتخطى المشكلة دي كمان عايزين نعرف النهاردة من ضفنا الموضوع بدأ مع ازاي النحت عبارة عن ايه ايه هو اللي بيقدمه مختلف او ايه اللي حصل في حياته خلته يتجه الاتجاه ده ناحية النحت لان طبعا انواع الفنون كتيرة جدا نعرف بقى يعني وضع النحت في مصر او فن زي فن النحت في مصر هل فعلا الناس فهمينه ومقدرين اهميته وقمته ولا حتى اللحظة دي محتاجين نعرف اكتر عنه ويبقى عندنا تقافة ليه علاقة بفن النحت اكتر كل ده نعرفه النهاردة مع ضفنا دكتور جيرجس الجولي استاذ مساعد بقسم النحت كلية فنون جميلة جامعة المينيا صباح الخير صباح الخير منورنا تكلمنا كده الاول بقى عن الفن نفسه او عن النحت نفسه وبعدين نبدأ بقى نتطرج لحاجات خاصة بحضرتك هو فن النحت ده فن عريق في مصر بالذات لان احنا كمصريين الحضارة بتاعتنا تقريبا شفناها من خلال فن النحت وفن النحت يعني بيدي صورة مجسمة للفكرة او للتخيل عند الانسان وبالتالي يعني بتبقى التعبير عنها بيبقى بصورة مجسمة اكتر من الفنون الاخرى طيب احنا عارفين انه النحت فن مش سهل تماما يعني مش كل الناس اللي بتتكلم على انها بتنحت او بتشتغل او فنانين نحتين بيعرفوا تفاصيل الفن ده بشكل كبير جدا انا عايز اعرفوا حالك دلوقتي الفرق ما بين فن النحت كنوع من انواع الفنون واي فن تاني يعني لو نتكلم مثلا عن الرسم الرسم فيه بعض التكنيكس الجديدة او التقنيات الجديدة اللي بقت بتظهر تفاصيل التفاصيل الخاصة بالشيء المرسوم لكن النحت لغاية اللحظة دي ليه مكان تاني خالص الفرق في التأثير ما بين التمثال المنحوط او الحاجة المنحوطة ويه لوحة مرسومة هو ايه هو فن النحت هو تشكيل كتلة في الفراغ وفن النحت يعني بطبيعتنا احنا كمصريين لما بتعبر عن تمثال المفترض ان هو بياخد يا اما شكلين شكل اننا بيبقى نحت بارز او نحت ميداني نحت البارز اللي هو الرليف النحت الميداني اللي هو سلاسي الاعباد من نحت الاسلوب فيه طريقتين لتكنيك النحت اللي هي طريقة النحت المباشر اللي انا ببدأ من كتلة سواء كتلة حجر او خشب وابتدي احزف منها لغاية ما اوصل للشكل بتاعي فيه طريقة تانية اللي هي التشكيل النحتي ان انا ببدأ من لشيء وابتدي اكون لغاية ما اوصل للفرم بتاعي وحقق الفكرة بتاعتي كل الاشكال والطرق دي يا دكتور بنعتبر النحت ابو الفنون يعني ايا لكن كل الاشكال والطرق دي موجودة من الاول ولا فيه طرق مستحدثة بدأ التعامل بيها في فن النحت هو بالتأكيد فيه تقنيات جديدة يعني مرتبطة بخامات جديدة استحدثت في مجال النحت ومفترض النحات انه بتعامل مع كافة الخامات يعني انا بشكل بشكل بالاحجار بشكل بالاخشاب بشكل بالمعادن بشكل احيانا باللداء المستحدثة فكل ده بيستلزم من ناحات انه هو يبقى مدرك بتقنيات التشكيل في كافة الخامات دي طبعا فيه تقنيات حديثة مرتبطة بالليزر وبالترسيب الكهرابي يعني التكنولوجي حديثة اكيد بتضيف لمجال النحت اضافات يعني كتيرة من ناحية التكنيك ومن ناحية برضو يعني بيدي روح مختلفة عن الفن النحت بمفهوم التقليدي بتاعه القديم حضرتك ايه التماثيل اللي نحتها بشكل شخصي؟ انا نحتى الاف من التماثيل الاف؟ اهم التماثيل بالنسبة لك كانت يعني انا من الاكتر حاجات اللي انا بعتز بيها ان انا استكملت تمثال مريت امون في الزقزي اللي هو فتل بسطة كان مفقود الجزء منه حوالي ثلاثة متر استكملته من خامة الجرانيت وطبعا ده على الساس انه هو اثر وحاجة يعني تراثية فكان الاستكمال ده يعني ده اللي معنا على الشيشة؟ اضافة لا ده تنسال كنت عامله في محافظة جنة انا برضو عملت كمية مجموعة اعمال في تجميل المحافظة في فترة المحافظة اللي هو عادي اللبيب فكان فيه جو من النهضة الفنية هناك ده واحد منهم ده تبوت خشب برضو كنت عامله انا عملت كم من التوابيط لان يعني في الاساس انا بحب النحت من المنظور التاريخي او من حبي للتراث من حبي للمنظور الحضاري ده برضو ده تكنيك ده تكنيك انا مستحدثه او ده اللي هو ايه بقى اللي هو ان انا بجيب المهملات والمواد سابقة الاستعمال والكراتين وبعمل منها برضو تماثيل بشكلها بشكل مباشر يعني التقليدي ان انا ببدأ طعم بتحط لها مواد معينة علشان تبقى في الاخر تدي احساس انه انت مش مستخدم حاجة مواد اخرى اجمعها في الاخر بخمة الجبس وبتكون التشكيل بتاعي منها يعني بجمع الحاجات المهملات دي كلها في الاخر بالجبس يبقى ايه؟ يبقى تمثال بدل ممشي بالقادة تمثال مريضة امونو وده الجزء المففوض اللي انا استكملته من تحت ده لا بياخد منك وقت نحط دي دكتور يعني تمثال زي ده ياخد منك وقت نحط دي هو ده يخد معنا حوالي شهر يعني شهر؟ اه بس يعني انا سريع شوية في الجرانيت الورديو من نفس فص الحجر بتاعه انا بشتغل فيه كنت عملت موديل يعني ممكن نقول انه اكتر وقت بتاخده في الناحط اي تمثال اعلى وقت اخدته كان قديه تقريبا هو طبعا لحسب حجم التمثال انما انا يعني سريع في البرتري فن البرتري يعني ممكن في نصف ساعة او ربع ساعة اعمل تمثال شخصي للدني فعلا؟ يعني لو انا مثلا جيت لحضادك وعايزة تعملي انا تمثال بشكلي تخلصوني في ربع ساعة؟ في التكاوي كده فعلا؟ ايه انما ده مجموعة برضو من الحاجات انا بقول لحضادك عملت الاف التوابيت المستنسخات مش توابيت توابيت ده جزء من اه فبرضو ده بيحتاج يعني جزء انك تكون متمكن من ناحية الاكاديمية عشان تقدر تجيب النموذج كما هو طب والصور بتتعليد كده معانا على الشاشة حضرتك يعني استاذ مساعد بقسم النحط بكلية فنون جميلة جامعة المينيا وبتشتغل او نحات بقالك سنين درجة انك عملت الاف التماثيل المنحوطة مين اثر في التاني حضرتك اللي اثرت بفنك في الدراسة وفي الطلبة وفي الجامعة ولا الجامعة اثقلت جزء كبير من عملك الفنية هو بالتأكيد يعني انا بأثر وبتأثر بس انا درجاتي بحكم ان انا واستاذ بأثر اكتر انما انا اتأثر طبعا بحكم الدراسة في قلية الفنون جميلة هي يعني لان الموضوع مش موهبة بس لازم ان يبقى فيه جانب من سقل الموهبة بالدراسة الاكاديمية فده طبعا انا استفدته من دراسة في القلية طيب كل يوم في الفن وفي اي مجال تاني حوالينا في جديد حضرتك اعتمدت على فنك بالاضافة ليه انها بتدرس اكاديمي برضو حاجات ليه علاقة بالنحط واكتفيت بدا ولا بدأت تدور على الجديد بقى في النحط عالميا بقى انا طبعا بحاول ادور في التغيير في المجال بتاعي بحكم ان انا لازم اقدم جديد اقدم جديد من ناحية الشكل ومن ناحية الخامة يعني انا اخر حاجة باستخدامها دلوقتي الزلط استخدام الزلط في النحط كنت عامل معرضين عن الزلط الزلط صغير ولا زلط كبير بتنحد عليه؟ اشوف الاشكال الزلط وبعدف لها بعض العناصر بحيث ابرزها مثلا ده في شكل طائر ده حيوان ده انسان ده يعني كانت مرحلة ان انا بوظف الخامة دي في مجال النحط بصورة جديدة يعني ان بعض الناس استخدموها استخدموا الزلط ده في النحط كمفردات يعني يكون مجموع الزلط يعمل منهم ايه شكل انما انا كنت ببص للزلط على انها شكل متكامل محتاجة مثلا من منقار وتبقى طائر محتاجة راس وتبقى شكل بين ادم محتاجة مش عارف يعني زعنفة وتبقى سمكة اضافة بسيطة انا بكتشف بيها شكل الزلطة وده انا بعتبره مدخل جديد او معالجة جديدة انا استحدثتها في مجال النحط الالات اللي تنحت بيها يا دكتور مختلفة باختلاف المادة اللي تنحت عليها اختلاف الخامة بالتأكد اه صح كده طيب انا عايز اعرف بقى المعارض ده حتشاركت فيها او اللي عملتها باسمك مثلا كانت معارض زي ايه انا اشتركت في معارض طبعا عامة كتير يعني سواء اللي عملتها وزارة الثقافة او اللي كانت بتعملها الكلية اخرها المعرض العام من حوالي ثلاث شهور وكان في معرض في مدحف مختار برضو ده معرض جماعي وانا من حوالي شهر كان عندي معرض خاص في الكلية بعنوان عالم الزلط برضو بتاع حضرتك لوحدك اه ايه خاص انا عملت حوالي 11 معرض بس خاص اه تمام اه حلو قوي طيب بما اننا برضو بنتكلم عن فن النحط وبما اننا بنتكلم على نوع من انواع الفنون العريق زي ما اتفقنا وكلنا عارفين اه الناس فهمة ايمة النحط يعني بمنحك شاركت في مؤتمرات بالاضافة ليه 11 مؤتمر خاص بيك بالاضافة ليه عملك في الجامعة بالاضافة ليه شغلك طول الوقت في كتير من المحافظات او الى اخره الناس فهمة ايمة النحط وفهمة فن النحط تعبار عن ايه ولا لسه احنا محتاجين تثقيف اعلى شوية في مرحلة النحط هو طبعا بقى فيه نهضة فنية على الاقل من ناحية ان بقى فيه فنانين وفيه ناس يعني عندها الموهبة وعايزة تتعلم المجال ده او تخش فيه فيه استجابة من المجتمع برضو لمجال للنحط وبقى فيه تقدير لهذا المجال يعني كانت الاول نظرة مثلا رافضة للنحط دلوقتي بقى فيه تقبل وفيه رغبة في عمل تماثيل شخصية وفيه رغبة في التجميل باستخدام النحط والناس بتالي تقدر ان العمل النحط ده عمل قيم وعمل ليه كيان مش عمل بسيط يعني مش مجرد انا بعمل حاجة بسيطة لان احنا دايما لما بنحب بنخلد حد ولكن نعمله تمثال فهو ده رمز ليه لان نعمله حاجة عظيمة يعني بس عند النقطة اللي بتكلم فيها بقى انه ودي طبعا اكيد صعوبة من الصعوبات اللي وجهتك وفيه بعض العقليات والثقافات القليلة الى حد ما بتبقى شايفة انه التمثال ده حرام أصنام أوسان احنا بنعبد لأوسان فهم دول اللي بتكلم عنهم ازاي حضرتك من خلال فنك وغيرك من النحطين وغيرك من المسؤولين عن الفنون في مصر بشكل عام دلتوا تغيروا النظرة دي تماما لكتير من الفنون اللي كان عليها غلط كتير هي النظرة دي ابتدت تتلاشى ابتدت تتلاشى إزاي بقى بحكم المجتمع ابتدت تطور برضو ابتدت النظرة اللي هي البدائية دي والنظرة اللي هي يعني رفضة للنحط ابتدت الفنانين نفسهم يأثروا في المجتمع يعني كان صعب انك تلاقي تمثال في ميدان دلوقتي بقى فيه محاولة لتجميل الميدين بوضع تماثيل وكل الجهات بتدعم ذلك إنما الثقافة الشعبية البسيطة دي احنا مش هنستسلم لها يعني الروح الرفضة دي احنا لازم احنا نغير يعني ونغير بمزيد من الاعمال الفنية اللي مفروض انها تتنشر ونوع من التوعية اه ايوة لان انا بقول لحضرتك ان احنا بلد اصلا بلد النحط يعني يعني ترسنا كله من النحط وشهرتنا يعني على المستوى العالمي الحضارة المصرية كلها مرتبطة بالفن ده تمام فما ينفعش لنا نتجاهله جميل دكتور جرجس الجولي واستاذ مساعد بقسم النحط بكلية فنون جميلة جامعة 8 بشكرك شكرا جزيلا وجدك معي النهاردة نورتني النهاردة واستمتعت جدا بالحاجات الحلوة اللي جبتها لنا ولي شفناها النهاردة كمان بشكرك شكرا خليني اقرى مع حضراتكو اعلانات للتبرع مطلوب متبرع بكل فاصيلة الدم بي بلس على ان يكون سن المتبرع من 25 ل37 سنة الطول من 150 ل 170 سنتي ويكون خالي من الامراض ارقام التليفونات دام حضراتكو دلوقتي على الشاشة مطلوب متبرع اخر بفاص كبت فاصيلة الدم بي بلس بي او على ان يكون سن المتبرع من 25 ل50 سنة ويكون الجسم مثالي وعدم وجود سمنة وعدم اجراء اي عمليات كبرة سابقة بالبطن وعدم وجود اي امراض ارقام التليفونات كمان قدام حضراتكو على الشاشة متبرع اخر بكل فاصيلة دم او بلس او مينس بي مينس بي بلس على ان يكون سن المتبرع من 22 ل45 سنة ويكون ذكر وخالي من الامراض ارقام التليفونات قدام حضراتكو حالا على الشاشة انا بشكركم شكر جزيل وبشكركم طول الوقت على حسن المتابعة وبشكركم طول الوقت على مشاركتكو بقراءكو وتعليقاتكو واقتراحتكو بشكل مستمر مش بس لبرنامج صباح النور ولكن لكل البرامج على شاشة سي تي في بشكركم على كلامكم المشجع بشكل مستمر لينا والكل القائمين على القناة والكل العاملين داخل القناة قدام الكاميرات او خلف الكاميرات في صباح النور بنحاول طول الوقت ان نتكلم لحضراتكو نتكلم عن المواضيع الخاصة بحضراتكو نتكلم عن كل ما له علاقة بالشارع المصري نتمنى دايما نبقى عنده حسن زنكو بشكل مستمر يوم السبت اللي جاي انتظروه بفي حلقة حلوة جدا 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 عند دخول العائلة المقدسة حلقة مميزة طبعا نتعودنا على شاشة سي تي في بنقدم كل ما هو مميز هيكون معايكو زميلي اسحق يونان يوم السبت وحلقة جديدة وصباح النور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر